فالثقافة والأداب علم وفراسة عرب من جواب والسؤال ياخذ علوم الرجال بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحبكم في منصة البيداء هنا من فندق ومنتجة البلازة في برنامج علوم الرجال يشرفنا في هذه اللمسية أن نلتقي بأحد الوجوه والشيوخ المعروفين على مستوى المهرة في طبعا اليمن الشقيق وكذلك على مستوى ظفار رحبوا معنا جميعا بالشيخ سعد بن سالم آل عفرار المستشار الخاص للشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام للمهرة وسقطرة يا مرحبا وسهلا حياك كيف أخبارك الحمد لله عساكم طيبين بخير والله خبور خبور خير يا مرحب كيف حالك طيب الحمد لله حيا الله بشموه الله يحييك أشكر مصد البيداء على استضافتنا وأشكركم جميعا الله سلمك ويعافيك نحن حقيقة سعداء جدا بتواجدك والبيداء دايما وخاص ببرنامج علوم الرجال يستضيف الوجوه والشيوخ والأعيان وكذلك كل من له يعني تجارب في الحياة وكذا ونحن تعودنا في مثل هذه البرامج على الشخصيات المرموقة مثلكم وأمثالكم حياك الله الله سلم كانوا الناس كثير عايشين من هذه السلطنة يسهلوا عليهم المرور والجوازات وكان هذا الجواز مقبول في تقريبا جميعا الدول العربية وخارج أيضا الدول العربية فقبل لا نبدأ في هذا الموضوع أريدك كذا تعطينا يعني لمحة ولو بسيطة عن سيرتك الذاتية أنا سام وليد قشن 1958 شفت وبعدين درست هناك في المهرة الثانوية العامة ومن ثم معامل يعني ما يعاملون معاملة كذا مضايقيين كذا من المناطلين اللي هناك سافرت هاجرتي للكويت وقعت في الكويت حتى آخر يوم الغزو العراقي للكويت ومن هناك رحت إلى السعودية يمكن 13 سنة أنا وعمي السلطان الشيخ محمد بن علي بن ضوع علي بن عفرار وأولادي ومن ثم رجعنا إلى المهرة أو من المهرة انتقلت إلى السلطنة في عمان والحمد لله الحين مقيم هنا وعايش الحمد لله في ظفار تحت الضل صاحب حكومة صاحب الجلالة حيتم بن ضارق حفظه الله ورعاه الله يعطيك الصحة والعافية وأنت دايما بيت عفرير مثل ما اللهجة اللي نحن تعودنا عليها أسرة طيبة وأسرة لها تاريخ ولها مكانة في حقيقة يعني في المهرة وفي البلاد العربية والخليج وكل المناطق بتعاملهم وبطيبهم وبأخلاقهم النبيلة فأبو فكري أريدك كذا تعطينا ولو يعني حسب ذاكرتك يعني أو حسب أنت اللي سمعته وقريته عن سلطنة من عفرار أعتقد أنا إيا مرة يعني مرحلتين ولو تتكلم عن هذا الموضوع مرحلتين أتكلم المرحلة الأخيرة لأنه في وثائق وفي تواليخ وفي أشياء عندما اجتاحوا المهرة حرقوهم كلهم اللي في كشين واللي في سقطرة يعني ألاف الوثائق وهذه سلطنة بن عفرار هذه الثانية 1553 بس فيه سلطنة قدامة اللي قبل يعني أي اللي قبل حتى القصر اللي في كشين هذا من قبل 1553 هذا بنها السلطان عبود بن سالم بن عفرار معروف في كشين نعم أبو فكري الله يسلمك لو سألتك عن المؤسس الدولة بن عفرير أو بن عفرار الثانية الثانية نعم يعني اسمه أو العلام أو السلطين اللي كانوا من بعده وهو المؤسس اسمه سعد بن عيسى الملقب أبو شوارب هذا المؤسس أي هذا المؤسس وبعدين يعني جلس فترة هو طبعا حاكم لهذه السلطنة جلس فترة وبعدين كان له ثنين ابناء واحد ثاني عامر بن سعد يعني كان فيه صيحوت بناء له قصر هناك يقولون سمونا قصر حيرج نفس القصر اللي في كشين وعبود بن سالم هذا هو اللي بنى بيت من قبله من قبل السلطان سعد بن عيسى أبو شوارب قد موجود القصر هذا من زمان يعني أنت تحدث الآن تقريبا حدود الستمائة سنة هي أكيد وهما طبعا ناس متوارثين هذه السلطنة هي نعم نعم تذكر حد من الأسماء الثانيين السلطين اللي بعده بعد من بعد المؤسس أذكرهم عامر بن طوعري سعد بن طوعري وعامر بن طوعري أولاده محمد بن عامر سالم بن عامر وسعيد بن عامر وعلي بن طوعري هذول وسالم بن أحمد وعلي بن سالم وعبد الله بن عيسى وعلي بن عبد الله يعني كثير منهم كثير إلى تقريبا 1967 إلى 1967 يعني أنهارت مرة ثانية أنهارت السلطنة في المهرأ بسبب المناضلين اللي جاءوا لكن ذكرت لي أنه في كانت مضايقة عليكم في هذا الوقت نعم كان في مضايقة وكان في عدامات حصلت في سقطرة الله يرحمهم وفي قشن بس الحمد لله راحوا إلى البادية وما لحقوهم ولو كان لحقوهم لكانوا مثل أخواننا من اللي في سقطرة يعني الحمد لله نجوا بأجوبة الحمد لله نجوا بأجوبة ونحن تربطنا علاقة شوف أجدادنا نسمعهم أجداد الأولين تربطهم علاقة قوية مع الأسرة أسرة سعيد الحاكمة يعني بين المنافع من قديم يعني مش من اليوم من قبل سعد بن عيسى من قبل الدورة الثانية لهم علاقات بس إيش الوثائق والأشواء الموجودة كلها راحت بالصناديق مليان حرقوهم يعني تعرف أن حد يحرق تاريخه أكيد لا يحرقوا تاريخه الاستحلال دايماً إذا الناس تم استحلالهم يعني خلف الدولة أخرى وقانون آخر فأول ما يلجؤوا له هو التاريخ يحاولوا طمسه يحاولوا حرقه يعني تخريب هذه السلطنة السلطنة اللي أمتدت حدوث ستمائة سنة بس تماماً الحين نحن الحمد لله عايشين في هنيه في موسك في ضفار الحمد لله نعتبرها بلدنا الثانية أكيد يحياكم الله وإنتوا ناس مرحبين فيكم دايماً أرى يحييكم الله يسلمك أبو فكري نحن حقيقة يعني أنا عملت كثير لقاءات مع يعني الوجوه والشيوخ وخاصة الناس اللي كبار في العمر فيقول لك أنا سافرت من هنا زين كيف سافرت يقول عن طريق بن عفرير أروح إلى شسمه إلى اليمن ومن هناك يسووا لي جواز وحتى كان مجاناً ولا يدفعون شي فالحمد لله ناس كثير عاشت من هذا الجواز اللي راح وسافر واشتقل وعيش أولاده واشترى لنفسه والحمد لله يعني لهم بالفضل الكبير في هذا الجانب وإجزاهم الله خير وقفر الله لوالديهم وقفر الله لهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله أمين إن شاء الله أنا سمع عمي محمد بن علي بن طوع علي بن عفرير لأن أنا كنت صغير نعم يقول أيام الحرب العالمية الثانية كنا في صحود وناس يجوهم من حضر موت ومن ليمن ومن أي مكان يصرفوا لهم جوازات ويصرفوا لهم العملة كان العملة قرش أو قرشين فرنسي هذا نعم والناس يروحوا يتلزبوا الشرق آسيا أفريكا ويعني ما يرفضوا أي واحد يجي أي واحد يصرفوا لهم جوازات أزاهم الله خير حتى قالوا لي إذا واحد مثلا كان في مثلا في الكويت حصله هو قد طالع وممكن يعطيك الورقة وإنت تدخل فيها على اسمه على طوال والأمور تمشي نعم وكانت هذه كله في الستينات والخمسينات طبعا الوضع يختلف عن الآن يعني كل شي قليل والناس فيهم الخير وعارفين الوضع العربي كان يمر بأزمة كبيرة من ناحية يعني عدم المعيشة ولا فيه بترول قبل يعني كان الحمد لله الأمور ماشية شكر الله الله يسلمك أبو فكري إذا عندك شيء معلومات نريدك تخبرنا أكيد السلطنة لها طبعا شعار ولها أعتقد خنجر خاص شيء من هذا الكلام وعملة لو تتحدثنا عن هذا الموضوع كان بيت عفرار يسكنون سكوترة والمهرة وبيت عفرار في سكوترة ثلاثة منازل وفي كشن ثلاثة منازل هم كل معي العم بعض الأحيان اللي من كشن يروحوا سكوترة ويستقبلوهم أخوانهم في سكوترة يستقبلوهم هم والكبائل بالزامل وهذا وإذا هم جاءوا من سكوترة إلى المهرة جميع كبائل المهرة تجي إلى كشن ويستقبلوهم لما القصر هذا هو كان وبالنسبة للعملة وبالنسبة للشعار كان شعار سيفي وعليه مكتوب العظمة لله سبحان الله هذا موجود وعلم معروفة نعم والخنجر أتوقع عندهم أيضا خنجر خاص فيهم هيك فيه خنجر يلبسوه آل عفرار وفيه أكثر خناج يجبوهن من السلطنة من هنا سعيدية يعني يعطوهم هدايا السلاطين لكن يعني أكيد مية بالمية ويستخدموهم ويستخدموهم من عم وكان فيه تعاون 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 بينها العفرار وإسرتها السعيد الله يسلمك عمين طيب قبل شوية ذكرت لي أنك في قزو الكويت كنت متواجد فأريدك تحدثنا عن هذا الموقف أيام الكويت أنا كنت في الكويت بعدين فيه واحد شاعر أنا عمي محمد الشيخ محمد بن علي بن عفرار هو الرجل القوي في الأسرة ومعروف صخي وكريم وشاعر أكبر شاعر على بسوى المهرة بعدين جاء واحد من المهرة شاعر مكان شاعر وجاء عنده في منطقة نحنا كنا في الكويت ثلاثة أيام عام كنت أنا مسجلها من مرددات وضعوا بس أمسك أنا قصيدتين واحد العمي محمد بن علي وواحد علي بن أحمد بضاوي شاعر كبير جيت أنا مبرع يمكن ساعة 12 واحدة وهم يعني ما يضالعوا التلفزيون عندهم في المجلس ولا عندهم جرائد ولا شي جيت أنا قلت عمي عدا ما نام الشاي باذا قال لا هذه ما يشبعي يحب 24 ساعة قصيدة قامت بينا أعطيه واحدة قصيدة كان في خلاف بين الكويت والعراق على حق الرميلة هذا وبعدين كان سافروا إلى جدة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح من الكويت ومن العراق عزة براهيم كان في الصحف الكويت بس أنا يمكن تقعد عند والدي شفت القصيدة يعطيها الرجال هذا نفس الوضع طيب هذولا ما يطالعوا التلفزيون ولا شي أجيبة ممكن تبغاها أجيبة بأجيبة هذا عمي محمد علي أمو نوت من هلتحور تنويت نوت صور برق منه سيلي وح الله يعني العراق يهدد وأميره بالجرب يعني الكويت الموكن هسبوه ما مقول بهدل وح يعني دي جاء السيلة العارم بيجيك من هنا هذا يوم الثلاثة بالليل بكرة الصبح الأربعة شفت طيب هذك جاوب على الشاي عمو طولة مهانيو بيس الملخ مو طوي بخليف ده اللي شوح معناها أمريكا وبريطانيا هفاع يعني وحمد فسنوبي بيسنا خطار وصم وتكون ده ملوح يا الله المهم عام شوي ولا نم بعدين الصبح رحت السوق يمكن ساعة سبعة ناداني واحد كويتي هاجري قال لي وين رأيك قلت السوق هشفي قال ما تدريه قلت الله قال ما عندك خبر قلت لا والله هشفي قال أنا العراق احتل لكويت وتعود بالله قال إذا عندك شيء وثائق أو جوازات أو أشياء أو فلوت أو شي شيء شلهيتم ورجعت البيت طيب عندما جيت البيت حصلت عمي يا الله يرحمك كان يتقهو دخلت من الباب وكان معي ابني صغير هذا فكري معيك يعرفني هو الوالد أنني أنا من عادتي ما أجي من السوق إذا رحت الساعة سبعة ما أجي للظهر أو الساعة واحدة قال لي أوقف مكانك قلت السلامه عنك قال لي أوقف للدخل إيش فيه صاد فيه شيء حسا خير قلت خليني لما أقعد بحكي لك قال أبد ما جبت له القصيدة حقا أمرك نوت من هل تحور تنويته نوت زور برق من ناسي وعمر قد غصبه أمرك بره أمر هذي القصيدة سبحان الله وهذك بطاوي كان موش موجود يوم الأربع قد راح للكويت يعني هو يعني تنبأ تنبأ إنه فيه احتلال صاير جاي جاي سبحان الله سبحان الله قال لي لحين دخلت تفضل دخلت قال خلاص صار صاحب الكويت مثل أنه نحن آل عفراء نحن قطحنا هناك مع الجماعة المناطلي ولكن إن شاء الله تعود الكويت إلى مكانها هذا كان دعاه طبعا بعدين جلستوا كثير بعد الاحتلال بعدين قعدنا شهر وكانوا يقولوا إن العراق بيسحب بيسحب ما شي لما معانا 40 يوم رحنا رحنا طريق النبي الخفجي ممنوع حتى يخرج بس أنا كنت عارف طريق رحت الوفرة طريق البر كده بعدين تجي للخلف تجي الخفجي من جنب الثاني ووصلنا إلى الدمام هناك وقعدنا يمكن 13 سنة هناك في الدمام في الدمام نعم بالضيافة هناك وبعد 13 سنة الوالد مرض هناك وتوفى الله يرحم الله يرحم ونحن رجعنا إلى المهرة أو من المهرة يجينا إلى السلطنة يا حي وسهلا الله حيك الله يسلم يا رجال كانت حقيقة يعني جلسة طيبة وشيقة ويعني الجو ما لها جو عفوي جو يعني ما فيه يعني مثل ما تقول شيء من التكلف إنما كل شيء بسهلات مثل ما يقوله أبو فكري يا أخي أنت ظهر عليك تقول شعر مهري لا ما أقول أبدا بس أمسك أنا عارف اللي يحفظ دايما يكون شعر يعني لا لا لمسك القصائد عندك شيء بعد تحفظ لنا شيء من أشعار قديمة مثل إيش أي شيء يعني في الشعر المهري بجيب لك قصيدة طويلة حق عمي يا الله حجدي علي بن طوعلي كانوا فيه صحوت شفيته وكان بيت عفرار كلهم موجودين على أساس كان يبي يروح يلقشن شفيت وكان عندهم جميع الشعر المهرة هناك موجودين واحد من المه يغني كداب المهنة يوم رايبيش مديد فصل صغر موليزر يشيس وياه براكر ثوفين واخديه وجزيد شحر أرفلك زبيه ونوك شو ظل أدلغ تويف جنابها يكل شوف الأول هيبيش مديد فصل صغر الكافية حرف الر نعم لكن بعدين السطرين أرفلك زبيه ونوك شو ظل قد حرف اللي اللام على أساس يبيه واحد من الشعر على دولة يجي ينتقده يقول له أنت طيعت القافية على أساس يبيه يتفاول عليك كل واحد يقول عندك يقوله لا لأنه يخافوا منه ما قدروا آخر شي هو جدي علي بن طوالي الله يرحم قال لابن محمد الشيخ محمد علي بن عفران قال يا محمد عندك قال أبو الله قال عندك عمي محمد أمور لكن هجيز دحفوه لبصر حرف الراء رد على القافية لو لا جوف لكن هجيز دحفوه لبصر هذا الافتيح كنوه يحفر بلطف اللوح ومل انجر وانتو باقي دي من داخل وبر الله يعني رجاحك القافية لأن الشاي الله يرحمه بعد الراء يبيه حد من الشعر اللي يموش من نصرة العبران يدخلي ينتقده ما حد ينتقده آخر شي قال لابن ابن رجع للقافية اللي اللي حق والده وهذا هو اللي صار ومن ثم راح يلق والله يرحم الله يرحم الله خير يا مراح أبو فكري حياك الله يسلم أبو فكري أنا إذا يعني بالإمكان أريدك تخبرنا عن العلاقة التاريخية بين بيت عفرار وكذلك بيت علم قدم بكونهم مورد عيب وطب في بر المهرة نعم نعم بيت عفرار من أول ومن زمان ما يستغنوا عن البيت علم قدم إذا كان ما في واحد ولا ثنين في قشن ضروري حتى في لهم صور قديمة زي متبساعد محزع زوادة كانوا معا أجدادنا وبيت علم قدم ابن عفرار ما يستغن عنه دائب يمكن يستشير في شيء أو شيء ضروري وبعدين من ناحية العيب والطاب كان بن علي مقدم هو اللي يحكم بينهم يعني بين القبائل يعني صار قتل أو صار في شيء أو شيء أو قضايا أو شيء يروحوا سيده لو كنت في آخر المرة تروح إلى جادب يحكم بين كنبيت علي مقدم بعد ما يحكم بينهم وتصالح وخلاص في طرف الأول وطرف الثاني ما قبل ما قبل حكم بن علي مقدم يقولهم هذا الورق وروحوا عند بن عفرار يجو يقرأ الرسالة بن عفرار ويسأل على القضية أنا أذكر مرة واحد واحد من القبائل رفض قال أنا ما قبل الحكم حكم بن علي مقدم لأن زيد عليك تعرف أنت بن عفرار قال هذا حلقة في حلقة تقبل تقبل وبن علي مقدم إذا قال حكم يحكم ولا عند تميز بين القبائل عند القبائل كل بنفس الشيء وما يحكم بالله بالحق أقبل الحكم حكم قال قبل قال يلا نعم وبيتعلي مقدم ونعم فيهم جميع ولا نستغني عنهم كان أجدادنا ونحن لزلنا زيهم الله يسلم أنت دائما المعادن الأصيلة تبقى مثل ما كانت على ودها وعلى احترامها أجزاك الله خير ربو فكري في آخر هذا اللقاء إذا عندك شيء تريد تضيفه تفضل أشكر موسطة البيضة وموظفية على استقبالنا وأشكر الله أبو شموخ والله يعطيكم الصحة جميعا إن شاء الله جزاك الله خير ولنالقاء آخر إن شاء الله إن شاء الله ما نستغني عنكم وأنا طرعت من عندكم وأنا مرتاح الحمد لله جزاك الله خير شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين في آخر هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الشيخ سعد بن سالم آل عفرار المستشار الخاص للشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام للمهرة والسقطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالثقافة والأداب علم وفراسة عرب من جواب والسؤال ياخذ علوم الرجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر